اشتركوا في القناة قبل تفعيل منظومة المراقبة الشاملة والاعداد للمخصطات التنموية الجهوية مجهودات مكثفة لحث المواطنين على المشاركة في الاستشارة الوطنية الالكترونية كتجربة اولى في سياسة المشاركات الالكترونية العلومية السلام عليكم البداية بشأن التجاري حيث تتواصل حملة المراقبة ضد الاحتكار والمضاربة بكامل الجهات التونسية في مسعى لوضع حد للمسالك غير القانونية للتوزيع واعادة تعديل السوق من خلال ضخ المواد المحجوزة في الاسواق تستمر حملات المراقبة لمقاومة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية الاساسية لترصد فرق المراقبة اخلالات في بعض المخابز بالعاصمة خلال حملة ليلية هدفها رصد عمليات استعمال المواد المدعمة في غير الغرض المخصص لها اليوم صباح بكري وحنا ندوروا على المخابز وحابين اننا نشوفوا المواد المدعمة مشا في الأغراض الصحيحة وإلا لا وكيما شفتم معنا بعض المخابز كانت العمليات متاحة صحيحة فمزوز مخابز القناة هم يستعملوا في المواد المدعمة في أغراض غير مخصصة يعني في الخبز الرفيع الكيس الفيرينة كانت تتروح من 71 في الخمسين و137 كيس في الخمسين مسالك توزيع المواد الغذائية انطلاقا من المخازن حتى الوصول إلى تجار التفصيل كانت أيضا تحت مجهر فرق المراقبة الاقتصادية التي سجلت خلال هذه الحملة توفر كل المواد وبداية عودة الاستقرار في عمليات التزود والتزويد مياه معدنية مخزنة بمصنع لصنع الحديد قد يكون تمويها ومحاولة تضليل للفرق الأمنية ورقبية وشكلا آخر من أشكال الاحتكار الذي رصدته فرق المراقبة بالقيروان تم مدهمة مخزن عشوائي ويتواجد بمصنع صنع الحديد المخزن هذا يضمن 600 ألف كمية 600 ألف من المياه المعدنية المياه المعدنية هذه الأبحاث جارية عشو نشوفه عشو تخزن في الميكان هذه عشو ما تخزنش في المصنع عشو المياه المعدنية كل مصنع فيه مكان للتخزين أملاء وبتبيعه احنا نشوف الحركية نتعوز كقاعد يبيع ومش قاعد يبيع قاعد يخزن فيه عشو بعد يبيعه في فترة لاحقة بأسعار عشو هذه كل الأبحاث ما زالت جارية كميات هامة أخرى من المواد المختلفة تم ضبطها بعد محاولة المحتاكلين استغلال المنازل وحتى المزارع لتخزينها هي منزل في مزارع رقينا فيه مع تكمية هامة هامة جدا من المواد المدعمة الأساسية نتمثل فيه 7 طن فارينة رفعة زوز طن سميد 350 كيلو جرام سكر كيف كيف عنها زيت نباتي مدعم 660 لتر زيت مجول مصدر 550 لتر وكيف كيف فهمها زيت مواد أولية وانتهيت صلوحية بشي تم اتلافها من القيروان إلى القسرين يتكرر المشهد وتسابق فرق المراقبات الزمان لمدهمة المخازن العشوائية ومحاصرة بارونات الفساد والاحتكار وارجع مكاسب الشعب للشعب ناخد مليوم ان شاء الله باش معناتها فهمني هذا في إطار معناتها السلم الاجتماعي اللي هي ثم معناتها فهمني آماكن عشوائية اللي من غير لا معناتها مسار قانونية ولا حد شيء احنا نحاولوا اليوم باش نعملوا هذه الحملة مشتركة ونخدموا عليها باش نرجعوا ثيقة المواطن في الدولة لن نبالغ إذا أطلقنا على جريمة المحتكرين والمضاربين تسمية الإرهاب إرهاب غذائي وتلاعب بقوتي شعب أنهكته طوابير الانتظار في وقت تحجب فيه خيراته ومقدراته في مخازن عشوائية خلال ترأسها أشغال الندوة الدورية للولايات التي شارك فيها وزراء المالية والتجارة والاقتصاد والداخلية أكدت رئيسة الحكومة نجلا بودن أهمية إنجاح تكثيف الجهود الرامية لمواجهة كل أشكال المضاربة والاحتكار وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية والإعداد للمخطط التنموي 23 و2000 و25 و2000 وسط مشاركة وزراء الداخلية والمالية والتجارة والاقتصاد في سياق البحث عن وسائل إضافية لمواصلة الحرب على المضاربة والاحتكار وتهيئة كافة الظروف الملائمة لإعداد المخططات التنموية الجهوية إن عقدت أشغال الندوة الدورية للولاد رئيسة الحكومة نجلا بودن ولد افتتاحها أشغال الندوة شرط لهمية دور الولاد في تحقيق نوع من الاستقرار في المناخ الاجتماعي أكدت أن جائحة كورونا والمستجدات الأقليمية والدولية الرائنة فرضت إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة وإرساء وقاند دنموية جديدة أهمية بلولة وتنفيذ برامج دعم الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يبعث بالأمل ويؤمن الحقوق ويعطي الفرصة لكل الفئات والقطاعات والجهات على حد السواء رئيسة الحكومة ذكرت أيضا بأنه سيتم في الأيام القليلة القادمة مصدر نص قانوني يتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ويتضمن تجديد العقوبات العدلية والإدارية ضد المحتكرين والمضاربين وأكدت على همية إنجاح البرنامج الخصوصي المشترك لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات في كامل أنحاء الجمهورية ودعت الولاة إلى مزيد التنصيق وتكثيف الجهود الرامية لمواجهة كل أشكال المضاربة والاحتكار وضمان التزويد بالمواد الاستهلاكية أشدد في هذا الصدد على الدور الموكول للسادة الولات لإنجاز هذا البرنامج الخصوصي وخاصة من خلال تنصيق وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلام الصحية للأغذية استعدادا لشهر رمضان المعظم أوزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي بدوره قال إن الندوة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى دقة المرحلة التي تمر بها تونس سياسيا اقتصادين واجتماعيا أكد أن مختلف هياك الوزارة الداخلية تتعامل مع مختلف التحاركات الاجتماعية في كنف احترام الحقوق الأساسية للمواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سير المرافق العمومية وأن تنفيذ عمليات المدهمة في سياق الحرب على مظاهر الاحتكار والمضاربة والتهريبة تتم وفقا لما يضبطه القانون نعمل دائما في إثار منظومة الدولة في إثار منظومة تشريعية في مطلع منظومة قضائية إذن لا خوف أطلاق عن هذا المسائل أولا ساعة أحب أن أكد أن العمليات الكل والمدهمات الكل تتم بإذن من نياب العمومية وزارة الداخلية والعوانة التجارة والوزارة المالية مهم الشيء يخدمون بمعزل عن رقابة القضاء وفي سياق تحقيق أهداف المخطط التنموي في الشأن السياسي تتواصل والمجهودات لتوعية المواطنين بمختلف الجهة التونسية لحثهم على المشاركة في الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي تنتهي في العشرين من مارس الحالي بعد أن بلغت أسبوعها الثامن عشرة أيام فقط تفصل عن موعد انتهاء الاستشارة الوطنية التي انطلقت رسميا في الخامس عشر من جنف الفارط لتنتهي في العشرين من مارس الجاري هذه الاستشارة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد سجلت إلى حدود اليوم حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف مشاركة يجيوا يومين براسك ودجا أعملنا بليستي وخرجنا وحكينا معهم حتى في الشارع عدد المشاركة توصل إلى ثلاثمائة واربين ألف وهو توقع دي يرتفع بشكل منها متصاعد العملية المشاركة راهي مش عملية هاينا راهو أقل شي ما بين عشر دقائق ومسا عشر دقيقة فما أكثر إذا كان ناس تحب الجاوب بجدية دون كيزموا يتمعن في الأسئلة يزموا يختار المقترحات دون كان نقول العدد جيد وإحنا نقول نجحنا تكنولوجيا في وضع منظومة كما هكما فتوحها لكافة المواطنين عدد اللي هو مرضي على الغر معنا فيه حتى إشكال إن شاء الله قد تربي منها من العشرين مارس ما زلنا يكون عشر أيام فمتني معنا تنعبر هذي بشيفة بشيطلع بالجدية بالجدية مجانية الولوج إلى البوابة عبر شبكة الهاتف الجوال كانت من بين أبرز أسباب ارتفاع نسب المشاركة إلى جانب الحملات التوعوية وغيرها من مجهودات المجتمع المدني قاعدين نقوم حاليا بعملات تحسيس وعملات توعوية في جميع الولايات برشة مدخلين من المجتمع المدني من المؤسسات والهياك اللي تابع علينا وزادة فتحنا الناس اللي بتجمسة نقض لهم فتحنا مجانية الولوج البوابة عبر شبكات الهاتف الجوال حد الآن المنظومة هذه لقت استحسان الجميع تنسينا بالداخل وتنسينا بالخارج حتى الناس اللي رافضين المنظومة داخليا متأكد لهم مقتنعين اللي هذا هو التمشي في العالم رقمنت المسارات الكل وقد سعت وزارة الإشرافي منذ انطلاق الاستشارة إلى حل أبرز الصعوبات التي أثرت على سير عمليات المشاركة مشكلة يتعلق بالتغطية بالنسبة للأنترنت يعني الناس تحبوا تشارك ويرقوا في المشكلة هذه أبرزها مثلا المواطنين بالخارج المواطنين بالخارج كانوا لزاسماس إليزيمائي اللي فيهم رموز المشاركة متوصلش هي هذي خارجة عن نطاقنا وقد احنا وضعنا لهم خدمة ويب بها هي يتحصلوا على رموز المشاركة ويشجموا الشاركة بالنسبة للمواطنين بالداخل كان اللي ما عندهم شرأح خاصة بهم كانوا ما يجموشش يشاركوا وقد احنا ضفنا امكانية انه معناها بالنور بالتاق طريف والرقم اللي بفرش ما يكون باسمه وتاريخ الولادة انه يشارك تجربة أولى في سياسة المشاركات الإلكترونية العمومية ستليها أخرى دعنا بالإبلاغ عن أي إشكاليات قد تعترض المواطنين في الفضاء الإلكتروني من المنتظر أن تنطلق بداية أفريل القادم حسب وزيري تكنولوجية الاتصال من أخبار العالم الآن وبدخول النزاع العسكري الروسي الأوكراني أسبوع وثالث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أمس السبت إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتلي بينيت لبحث أفاق محادثات السلام لإنهاء الصراع مع روسيا في الأثناء تم إجلاء نحو 13 ألف شخص من عدة مدن أوكرانية يوم السبت وهو ضعف العدد الذي تم إجلاؤه في اليوم السابق بعد مرور 17 يوما من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قال الرئيس الروسي فولوديمير بوتين في اتصال هاتفي ثلاثي مع ناظره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني الأفت شولت إن هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات الجارية بين موسكو وكييفا وأكد الكريملين في بيانا له اليوم أن ماكرون وشولت أثارت تساؤلات عن الوضع الإنساني الناجيم عما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا ورد بوتين بالإشارة لمزاهم عن انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب القوات الأوكرانية ما دفع الغارب لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على روسيا من جانبه شهد الرئيس الروسي فولوديمير بوتين على أن العقوبات غير المسبوقة التي تم فرضها على روسيا تتيح فرصة لتعزيز سيادة البلاد الاقتصادية والتكنولوجية مواضحاً أن الاقتصاد الروسي ونتيجة العقوبات الغربية يتعرض لضربة جماعية مكثفة لتعلن على إثرها بلا روسيا التي فقى مع روسيا على خطوة دعم متبادلة بين البلدين لمواجهة العقوبات الغربية وحفاظ على استقرار أسعار الحوامل التاقل في البلدين كما تناولت طرفان قضايا التعاون في الصناعة والزراعة والشحن والقطع المالية وقالت موسكو إن الأمر سينتهي بالاتحاد الأوروبي بأن يدفع ما لا يقل عن ثلاثة أمثال ثمون النفط والغاز والكهرب ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوع ثالث احتدم القتال قرب العاصمة الأوكرانية كيافا اليوم وقال مسؤولون أوكرانيون إن الغام 3490 مرفقاً من البنيات التحتية العسكرية حتى الآن داعياً الغرب للإنخراط أكثر في المفاوضات لإنهاء الحرب ومع تأزم الأوضاع الميدانية في أوكرانيا تتوصل موجة الهجرة الجماعية إلى الدول المجاورة إذا استقبلت ألمانيا اليوم 2500 لاجئ فروا من أوكرانيا إنا بولدوفا في الوقت التي تتعرض فيه جهود أوروبا الشرقية لمساعدة اللاجئين لضغوط ويتجاوز عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها في الرابع والعشرين من فيفري وإلى الآن مليونين وخمسمائة شخص والآن إلى أخبار رياضة حيث فاز التراجي التونسي على نجم الساحل بهدفين دون رد فالمباراة التي جمعتها مساء السبت بملعب رادس في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس ربيضة أطل إفريقيا لكرة القدم وسجل عبد القادر بدران ومحمد علي بالرمضان الهدفين قد رفع التراجي بفضل هذا الانتصار رصيده إلى ثماني نقاط ملتحقا بشباب بلوزداد الجزائري في الصدارة في حين بقي رصيد النجم الساحل ثلاثة نقاط في المركز الثالث أعلنت اللجنة المنظمة لرالي فينيكس الدولي أمسي في ندوة صحفية أقيمت بتونس العاصمة مشاركة أكثر من مائة وثمانين متسابقا من خمسة عشر بلدا في الرالي الذي ستعطى إشارة امتلاقه اليوم الأحد من تونس العاصمة في اتجاه صحراء دوز ويتضمن سباق الرالي سبع مراحل على امتد ستة أيام رالي فينيكس أديسيون الثانية هذه عامنا وصارت في دي كونديسيون أصعبة شوية ونجحنا الحمدولة بدأت تغفر جهود كيفية السلطات كسواء وزارة الرياضة كسواء معنات الأمن دي وينار كلهم حاسية لكل السلطات سناع عنا دونك بعد ما ننجح الأديسيون الثانية الأديسيون الثانية معنات تطورت أكثر جاء إقبال أكثر تعبادوا حتى لديستيناسيون كيف كيف عمناوا الكنسانتري في منطقة دوز برك السنة خرجنا من تونس العاصمة بإذن الله دمانش غدوة 13 مارس وننطلقوا في اتجاه مدينة الحمامات ومن الحمامات نهبتوا لدوز ومن دوز نكملوا بإذن الله في قصر غيلين دونك فما تطور في المدينة نبعدوا في البركور فيو الكنديسان تحسنت بقدر بقدر الكنديسان معتها ضد الكوفيد بهذا إذن تنتهي النشر وذاكركم بعنويني أبرز ما جاء فيها تواصلوا عمليات الرقابة ورصد المحتكرين والمضاربين في مختلف الجهات التونسية في انتظار تعديل السوق بضخ المواد المحجوزة في المسالك القانونية للتوزيع خلال الندوة الدورية للولاد دعوة إلى تكثيف الجهود لمقاومة الاحتكار عبر تفعيل منظومة المراقبة الشاملة والإعداد للمخاطصات التنموية الجهوية مجهودات مكثفة لحث المواطنين على المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية كتجربة أولى في سياسة المشاركات الإلكترونية العومية شكرا لكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء